آية واحدة في القرآن الكريم يحفظك الله بها من شر شياطين الإنس والجن ومن أسباب دخولك الجنة وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في القرآن الكريم لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم إخوان كرام آية الكرسي لها شأن عظيم فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذير وقد ذكر البخاري عن أبي ريس رضي الله عنه قال أكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود فرسدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرسدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله بها وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم وأنك لا تعود ثم تعود فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وماهي قال إذا أويت إلى فرشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحقيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال قال ماهي قال قال لي إذا أويت إلى فرشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليالي يا أبا هرينة قلت لا قال ذاك شيطان وعن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دور كل صلاة المكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وهكذا رواه النسائي وأخرج ابن حبان في صحيحه والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهم ارحموا اغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة